السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الباتي المورق الهش الطري جدا جدا العجين المناسبة اللي هتخلي معيك الباتي مفيش ولا اجمل ولا الاز من كده وكأنك كيبات من احسن محل للمخبوزات تعبئ معي الفيديو وعمل الباتي باسهل طريقة وريحي دماغج من دوشتها نفطر ايه او هيكلوا ايه لحد محضر الغداء او حتى هيكلوا معيهم المدرسة ايه يلا بينا يشبه ترى معي المقدير وادخلوا معي الفيديو برجليك اليمين واتبع معي الوصفة بالتفصيل هنقول بسم الله وننتدي بالمقدير وطريقة تلتحضير بقول هنا حضرت خمس كوباية من اليد ايه معايا اتنين بيتا كوباية الى رابع من زيادة دراء معلقتين كبار من اللبان البودرة معلقة كبيرة من الباكونج بودر معلقة كبيرة من السكر ومعلقتين كبار من الخميرة الفورية ومعايي كمان رشة من الملح والميا على حسب العجن والميا كمان يبقى ما هي فترة من الحنفية ما فيش اي مشكلة. اضيفت المكونات الجفة كلها فوق الدقيق بالشكل الان شايفة ده وهقلبها مع بعض كويس جدا وطبعا كل ما كانت نوعات الدقيق كويسة جدا النتيجة هتكون افضل كتير. يفضل طبعا في المخبوضات اللي من النوع ده يكون الدقيق نمرة واحد او دقيق آآ ممتاز. هقلب المكونات الجفة مع الدقيق كويس جدا بالشكل الان شايفة ده. وبعد كده هبتدي اضيف الزيت كوبها اللي ربع من زيت الترة او زيت العباد او اي نوع زيت موجود عندك ما فيش اي مشكلة. عندي هنا البطين هفصلهم عن بعض وهشيل السفار لاني هحتاجوا بعد كده وهتعرفوا معي دلوقتي ليه. وهياخد بس بياط البيت وتقدر تستغني عن البيت آآ خالص ما فيش اي مشكلة ولكن بما اني مضطر اني استغني اتنين سفار بيضة فهيضفت بياط البيت علشان ما يترميش حرام آآ لكن لو عندك اي طريقة تانية تدهني بيها وش البطين بتاعك يبقى ما فيش اي مشكلة تقدر تستغني عن البيت خالص ولكن بما اني هدهن وش آآ البطين بتاعنا قلت لكم لي دلوقتي كنت عاوز اقول لكم قدام شوية ولكن بما اني هستخدم صفار البيت لديهان وش البطين فانا هستخدم كمان بياط البيت بعد ما خلطت المكونات مع بعض كويس جدا بالشكل الانت شايفين ده هبتدي بقى اضيف المية التدريجية لحد ما اخد قوام عجينة يكون شوية آآ مش ناشف وكمان مش طري يعني عجينة متماسكة لينة شوية طبعا مش هقدر احددلي كمية مية معينة لان كمية المية على حسب نوع دي ايه الانت شغالة بيه هتنزلي بالمية التدريجية لحد ما تغضي عجينة لينة بالشكل الانت شايفين ده مش ناشفة آآ ومش عجينة طبعا سايبة وهتعجيني فيها مدة من خمس لعشر دقايق لحد ما تغضي القوام الانت شايفين ده بعد ما العجينة تلمت معي كويس جدا هضيفها في البولة وهسيبها في مكان دي في تختمر يعني في الشتة ممكن تقعد معيكي توصل لساعتين لحد ما توصل للشكل الانت شايفين ده وفي الصيف ممكن ما تاخدش منك وقت طويل يعني في ساعة تقريبا هتختمر بشكل كويس جدا والتوريق البتي هبتدي دلوقتي ابشور مية جروم من الزبدة طبعا يفضل ان الزبدة تبشوريها بشكل مباشر على العجينة بالطريقة دي هتستهلك زبدة اقل وهقول لك لي دلوقتي واحنا بنحضر للبتي بتاعنا عندي هنا العجينة طبعا بعد ما اختمرت هخرج منها كل الهوال زيادة بشكل الانت شايفين ده وهنزل بيها على الرخيمة وهبتدي اقطعها اربع اجزاء متساوية زي ما انت شايفها المهم يكون الاربع اجزاء قد بعض بالزرعة هبتدي اقطعها بشكل الانت شايفين ده وبعد كده هبتدي افرد قطع آآ البتي بتاعتي او قطع العجينة دي بشكل دائري زي ما انت شايفة بالشكل ده يعني مفيش ولا ابسط ولا اسهل من كده هفرد الاربع قطع ويكونوا بنفس الحجم والمقاس وبعد كده هبتدي اضيف الزبنة زي ما انت شايفها الزبنة لما بشرتها قبل كده وانا باضيفها على العجينة تكتلت ومسكت في بعض فكانت النتيجة ان انا ضرت كلمية زبنة كتير هنزل بالجزء التاني من العجينة وهبتدي ابشر العجينة بشكل مباشر على قطعة الزبنة من فوق وهتقدر طبعا تلاحظي الفرق دلوقتي انا لحد اللحظة دي كنت لسه بضيف الزبنة اللي كانت موجودة معي في قلب الطبق او في قلب البولة اللي انا سبق وبشرتها قبل كده طبعا انا هحط الاربع قطع كلهم فوق بعض ما بين كل قطع وقطع انا هبشر شوية من الزبنة يعني مش كتير طبقة خفيفة جدا من الزبنة علشان نكونش تسيم قوي زي ما انت شايفة دي كده اللي انا بشرتها بشكل مباشر على العجينة كانت نتجتها ان انا اه ما احضرتش في الزبنة او ما استخدمتش زبنة كتير بعد ما ضفت الاربع طبقات فوق بعض وما بين كل طبقة وطبقة كمية كويسة من الزبنة هبتدي افردهم بالشكل الان شايفاتها طبعا العجينة علشان فيها خميرة فهبتتفرد معي بكل سهولة طبعا العجينة مرتاحة كويس جدا جدا لو تحب تدخليها التلاجة ترتاح وبعد كده ترجع تشتغلي بيها طبعا الحركة دي هيكون افضل كتير لو انت شغالها في الصيف لكن لو انت شغالها في الشتا لان الفيديو ده كان قديم وكنت عاملا في الشتا فانا اشتغلت بيها على طول فما كانتش محتاجة مني اه اني اشيلها في التلاجة فردت العجينة كويس جدا بالشكل الانت شايفاتها ومحتاجها سمكها يكون شوية رقيق ما يكونش سمكها اه تخينة قوي يعني يعني شوية كده تكون شبه اه العجينة اللي احنا بنعملها للدوناتز او اقل شوية كمان بعد ما فردت العجينة قلبتها على الوش التاني لاني محتاجة الوش الناعم يكون من تحت لاني لما الف البتيه فانا عاوز الوش الناعم ده يكون هو الوش بتاع البتيه بعد كده هبتدي اساوي الاطراف بالشكل الانت شايفاتها وطبعا الاطراف اللي انا شلتها دي هتتلف تاني وهي على حالها كده لانها لو تعجنت مش هتبقى مرأة خالص طبعا هيكون افضل كتير لو اثناء الفرد عملنا حساب ان احنا منطلعش هادر من الاطراف واخدنا اكبر كمية من البتيه اللي موجود معنا وبعد ما سويت العجينة وقطعت العجينة لتلت مستطيلات بالشكل الانت شايفاتها هبتدي اقطع كل قطعة من العجينة جزئين اتنين وبعد كده هبتدي اضيف الحشوة اللي موجودة عندي اي حشوة موجودة عندك تقدر تدي فيها مربة او نوتلا او حتى شوكولاتة قابلة للدهن اي نوع جبن موجود عندك تقدري تشتغلي بيه انا هنا استخدمت الجبن الرومي وكمان استخدمت الجبن الفتا بما انها بقى اه للفطار او حتى للاولاد في المدرسة فانا بفضل ان يكون البتيه بالجبنة ولكن طبعا انت ليكي حرية الاختيار في الحشوة اللي انت هتقدميها لاولادك بعد ما ضفنا الحشوة هنبتدي بقى هنقفل البتيهية بتاعتنا وطبعا هقفل من جوة على الحشوة كويس جدا علشان الحشوة او الكبنة ما تسحش وتخرج من البتيهية في الفرن اثناء الخط وهليفهر ولو وبعد كده هبتدي اقفل طرف اه او اخر البتيهية بشكل الان شايفة ده ومحتاجة التقفيلة دي تكون من تحت وهقولكم لي دلوقتي كده خلاص خلصت كمية البتيهية موجودة معي وعندي هنا في الصانية للخبز ضيفة فيها ورقة من الزبدة وزي ما انتو شايفين التقفيلة دي ضروري جدا تكون من تحت لان لو من الجنب او من فوق لما البتيهية يدخل الفرن هيكون شكلها اي حاجة تانية غير البتيهية بعد ما رصيت البتيهية في صانية الخبز هسيبه يخمر للمرة التانية ويوصل للشكل الان شايفة ده ثم هنزل سفار البيض اللي سابق اوات الحديث تحضلي الديو هقلِّبه معا وبعد كويس كده و guards في الصيب Woah و لكن لاحبه المعلاقة مع با ح 그건czemposs وهدف علامة معلقة صغيرة من الخل وهقلبهم民 Cons كده هبتدي ادهن وش البتيه بالشكل اللي انت شايفي ده مهم جدا تضيفي شوية من الخل على صفار البيض علشان البيض ميكونش معاك زفر وكمان هيخلي البيضة تفصل معاك لو مش موجود خلت اقدار تضيفي لبن مفيش اي مشكلة هغلف البتيهية كويس جدا من صفار البيض علشان تطلع من الفرن كلها وغدا نفس اللون تقدري طبعا لو هتستغني عن البيض من الاساس تضهني وش البتيه بتاعك باي حاجة ممكن شوية من اللبن ممكن شوية من الزيت ولكن صفار البيض هيديك نتيجة ممتازة بعد خلاص ما خلصت دهان وش البتيه دلوقتي بقى هنميز البتيه اللي بيجيبنا الرومي بشوية من حبة البركة والبتيه اللي بيجيبنا الفيته بشوية من السمسم اي نوع بزور موجودة عندك مفيش اي مشكلة حبة السيبيسية ده كده خالص برضو مفيش اي مشكلة البتيهية معينا جاهز دلوقتي هدخله الفرن على درجة حرارة 200 لمدة من 20 ل 25 دقيقة على حسب درجة حرارة فرنك المونة متخرجوش من الفرن غير وهو واخد اللون الرائع اللي انت شايفه ده وكمان مستوي بنسبة 100% زي ما انت شايفه البتيه اكتر من رائع شكلا ومضمونا وكمان الريحة كمان يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده خمس كبات بس عملولي اكتر من 6 قطع لان ما تنسوش الزوائد بتاعة العجين دي لفناها وعملناها ولكن طبعا دي ملحقتش اورها لكم دي اتعمى عليها الافتتاح يعني بقى الفان والشفل اللي اكل زي ما انت شايفه البتيه باسهل وابسط طريقة اتمنى من كل قلبي طبعا تجربيه واتمنى يعجبك باذن الله وبس كده شابة لحد هنا وصفتنا خلصت اتمنى من كل قلبي لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسابسكرايب ولو ما اعجبكوش تقدروا تكتبولي في الكومنتيات ايه بالزبط اللي ما اعجبكوش وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية نتجنبه باذن الله اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دومتم امينين يا احلى متابعين